والشيء الثالث اللي هو الحرية كل إنسان بحب يعيش في الحرية طبعا الحرية اللي أقصد فيها لست أفعل ما أريد لكن الحرية الحقيقية هو أفعل ما يريده الله مني طبعا الحرية مش أقزي شخص ناس أو أعمل شيء لأنه أنا أقوى منه أنا ممكن أظلم أو أعمل أي شيء حرية الحقوق حقوق الإنسان حرية التعبير عن الرأي حرية ضد الظلم الاجتماعي والمساواة الكاملة بين الجميع الحرية اختيار الدين أنا حر طب أوكي أنت ولدت مسلم أنا ولدت مسيحي لكن أنا بصل في نقطة معينة عندي قناعة معينة أنه أنا أؤمن بالمسيح لأنه اقتنعت عقليا وآمنت به قلبيا لكن هل المسلم عنده هذه القناعة مثلا أن يترك دينه وماذا إذا ترك دينه في حد السيف حد الردة إلى آخره وماذا إذا أراد مثلا مسلم أن يغير دينه وأن يغير اسمه في الهوية هل مسموح أنا بتكلم عن حرية تعبير الرأي والحرية الدينية وممكن تحطها تحت مسميات كثيرة لكن أنا بتكلم عن المسيحي تجاه السلطة فالمسيحي يتعود أنه يتأقلم يتبرمج حول الأنظمة وأنه ممكن مستعد يسير في كل هذه الأنظمة وحتى في الأنظمة اللي بتمنعه أن يبشر بتمنعه أن يتكلم بحرية عن إيمانه ولكن مع كل هذا إذا وصل الحال إلى رفض يعني أو فيه شيء اللي بيخليني أنا لازم أرفض أو أنكر المسيح عندها المسيحية تقف وقفة جامدة وقفة أسد